فيه 3 درجات لمواكبة الثقافة الشعبية عند متابعين الفيلم ده فيه ناس مش هتعرف كل الستريمرز وكل الجيمرز اللي ظهروا ودول حيستمتعوا بالفيلم عادي وفيه ناس مش هتعرف كل الايستر اجز وكل الكيميوز اللي ظهرت ودول برضو ممكن يستمتعوا بالفيلم عادي وفيه ناس بقى لا تعرف يعني ايه جيمرز ولا استريمرز ولا ايستر اجز ولا كيميوز ودول ربنا هتولاهم بقى انا هقطع روحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو اغلب احداث فيلم فري جاي بتدور داخل فيديو جيم حيث يعيش شخصيتنا الرئيسية جاي بسعادة لحد ما في يوم من الايام بيقابل ميلي وبيحس بنجذاب شديد ليها ميلي مش مجرد شخصية داخل اللعبة دي لاعب موجود في الحياة الحقيقية ودخل اللعبة لهدف ما وعشان تقدر تحقق الهدف ده بتعرف جاي بحقيقته وبتطلب منه انه يساعدها ودلوقتي بعد ما جاي عرف حقيقته يا ترى حيعمل ايه في حياته ويا ترى حيساعد ميلي ولا لأ ويا ترى ايه اللي حيحصل افلام كتير هتيجي في بال حضراتكم وانتو بتتفرجوا على فيلم فري جاي ريدي بلاير وان وريكت رالف ممكن ييجوا في بالكم وانتو بتتفرجوا على التريلر اصلا وعندنا كمان ده ترومان شو لللي حيدقق شوية والفيلم ده بالفعل عنده عناصر كتير مشتركة مع الافلام دي ولكن مفيش لحظة واحدة حسيت فيها ان انا بتفرج على فيلم من غير شخصية فري جاي مش عن الالعاب القديمة ولا هدفه انه يثير عند المشاهد مشاعر الحنين للماضي الفيلم عبارة عن تجربة معصرة جدا ومرتبطة جدا بعالم الجيمينج بتاع النهاردة فري سيتي اللعبة اللي احنا بنقضي فيها اغلب الوقت هي خليط ما بين العاب البتل رويال والعاب العالم المفتوح انا شخصيا حسيت انها في نقطة الالتقاء ما بين فورتنايت و جي تي ايه عندنا شخصيات مشابهة هدوم مشابهة نفس المباني نفس العربيات نفس نوعية العنف وحوالين اللعبة عندنا الصراع الازلي ما بين الستوديوهات الكبرى ومطورين الالعاب المستقلين وعلى الرغم من انه هو ده العالم اللي الفيلم بيدور فيه ولكن مش هو ده الموضوع اللي الفيلم بيتناوله موضوع الفيلم الحقيقي هو البحث عن الذات والهدف في الحياة وكمان البحث عن مشاعر الحب الحقيقية ومن المدهش قد ايه الفيلم ده متماسك في التعامل مع المواضيع دي اقصد متماسك بجد مش قادر افكر في اي مشاكل في الدراما او حتى في لحظات ممكن اكون حسيت فيها ان الفيلم اولوياته اهتزت قرب نهاية الفيلم اكتشفت ان كل لحظة مرينة بيها كان ليه هائمة في بناء الخطوط الدرامية دي بس سوع كلامي لاخبطكو ده فيلم كوميدي في المقام الاول والاخير فيلم كوميدي ذكي ولطيف ومنعش وفعال الفيلم تقريبا فيه كل انواع الكوميديا النكت الكلامية موجودة الكوميديا المربوطة بالتماثل مع عالم الجيمينغ الكوميديا الحركية حوالينا طول الوقت كوميديا رايان رينولدز اللي احنا عارفينها كوميديا تايكا وتيتي اللي احنا عارفينها وكوميديا شون لافي اللي احنا عارفينها اصلا انا ما كنتش عارف ان الحاجات دي ممكن تركب مع بعض بس كل الكوميديا اللي في فيلم في كوم والكوميديا اللي في الفصل الأخير في كوم لوحدها حقيقي يا جماعة أنا بقالي كتير جدا ما تحكتش في السينما بالشكل ده الفصل الأخير في الفيلم هو الخلاصة المثالية لكل شيء المغامرة اللي احنا خضناها رحلة الجيمينج اللي احنا مرينا بيها الرومانسية الصداقة ضيوف الشرف اه يا لهوي على ضيوف الشرف فيلمنا مرشأ ضيوف شرف زي ما قلت في البداية عندنا جيمرز وستريمرز وعندنا نجوم كتير بصوتهم وبصورتهم كمان في ضيف شرف معين بيظهر في بداية الفيلم وبعدين بيرجع تاني في نص الفيلم تقريبا بمشهد مصخرة بس قرب نهاية الفيلم في ضيف تاني بيظهر لمدة ثانية اعتقد ان دي اسعد لحظة مريت بيها في السينما من شهور انا ما كنتش اعرف اني اقدر اسرخ وضحك في نفس الوقت السادة صنع افلام السينما المصرية عاوزين تتعلموا ازاي توظفوا ضيوف شرف اتفرجوا على فري جاي اظن ما بقاش سر خلاص قد ايه انا حبيت فيلم فري جاي والغاية دلوقتي انا ما تكلمتش عن كل نقاط تمييزه اصلا فبجانب التماسك الدرامي والتمييز الكوميدي والانتعاش اللي في الفكرة وطريقة المعالجة والتكسيد الجميل لعالم الجيمينج المعاصر بكل زواياه فري جاي كذلك فيلم اكشن جامد جدا واستعراض بصري مبهر بكل المقاييس والاكشن اللي موجود في الفيلم مش اكشن عادي ده اكشن مرتبط جدا بالاكشن اللي احنا بنشوفه في عالم الجيمز طريقة الاشتباك واللا منطقية في حركات الجسم المطاردات الاسلحة كل ده متصمم كويس جدا ومتنفذ بشكل هايل وما بيفقدش الارتباط ابدا بجوانب الدراما وجوانب الكوميديا اللي هو جاي يخدمها على المستوى البصري التجربة غنية بشدة وبدون اي تركيز او بروزة فيه العيب خدع بصرية متطورة جدا ومتقنة جدا بتحصل في الخلفية عين المشاهد ممكن ما تشوفهاش من اصله فيه كمان اتقان كبير جدا في تصميم الملابس والمكياج عشان نشوف شخصيات شبه اللي بنشوفها في الفيديو جيمز ومن خلال احداثنا المجنونة بنديهم لحم ودم وشخصية ساعات بتنتمي بالكامل لعالم الجيم وفي اوقات تانية سحرية بتنتمي في العالم الحقيقي وده في اللحظات اللي جاي بيتصرف فيها بطريقة مش مفروض ان شخصية ثانوية في لعبة تتصرف بيها وده بيقضنا برضو لاحد نقاط التمييز التقني العظيمة في الفيلم وهي فلسفة المونتاج والطريقة اللي كنا بننتقل بيها ما بين اللعبة وما بين العالم الحقيقي قد ايه كانت متعددة وقد ايه كانت سريعة وقد ايه توقيتها كان مثالي تشكيلة شخصياتنا كلها ممتازة سواء الشخصيات بتاعت الجيمينج او الشخصيات بتاعت العالم الحقيقي وبرضو من الغريب ان الفيلم ده شخصياته كتيرة جدا راين رينولدز رائع وهو منتمي جدا للفيلم ده لدرجة اني مش قادر اتخيل اي حد تاني كان ممكن يلعب الدور ده تايكا وتيتي فاجر بالظهور الاستعراضي المصرحي اللي هو كان بيقدمه جو كيري وقود كارش امبود كار جيدين جدا وجو دي كامر طبعا احد افضل وانعش الاضافات للسينما الامريكية والانجليزية الناس اللي تعرفها كويس تعرفها من مسلسل كيلينج ايف بس انا بقولكم من دلوقتي الاخت دي جاية تسيطر اهي دلوقتي بتقدم كوميديا واكشن هيلين في فري جاي والكل منتظرها السنة دي في The Last Duel احد اعقد الاعمال الدرامية المرتقبة الزاوية الوحيدة اللي مش قادر اقول ان استمتعت بيها بالقدر الكافي هي الصداقة ما بين جاي وبادي وده مش لان كان فيه اي مشكلة عند ليل ريل هاوري هي بس زاوية ما كانتش مخدومة بالقدر الكافي وده شيء مفهوم طبعا ما هو ما ينفعش تعمل فيلم فيه الحاجات دي كلها واتطلعها متوازنة كمان لو حضراتكم كنتم من الشخصيات المرتبطة ولو شوية صغيرة بعالم الجيمينج لازم تشوفوا Free Guy ولو ما كنتوش فلازم برضو تشوفوا Free Guy شوفوه عشان الكوميديا الذكية والاستعراض المبهر عشان المواضيع اللطيفة والرسائل اللي هو بيتبناها وعشان تخوضوا لحظة الصدمة بتاعة ظهور ضيف الشرف اللي بقولكم عليها حتجنن وحرقها يا جماعة بس حمسك نفسي تقييمي لفيلم Free Guy هو تمانية ونص من عشرة ومفيش مشهد اضافي بعد تتر النهاية فأول ما الفيلم يخلص تقدروا وتتوكلوا مناقشة الحلقة ما هو أفضل فيلم كوميدي شفتوه حتى الآن في 2021 ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستجرام وبي باي